اهلا بكم عادة ما يصاحب القلق فرحة الاهل بمولودهم الجديد لانه غير قادر على التعبير سوى بالبكاء وهنا تظهر مهمة الاهل بترجمة مشاعره ومزاجه وأوجاعه ومراقبة كثير من التفاصيل التي ربما تكون دليلهم لفهم الوافد الجديد سنتحدث اليوم عن أهم أمراض حديثي الولادة ومتى علينا أن نقلق حقا ارتفاع حرارة حمى امساك قيء بعد الرضاة أمراض يصاب بها حديثي الولادة ولكن متى يجب التوجه للطبيب وأسئلة كثيرة تدوروا ببالكم يوجيبون عنها الدكتور محمد حلاء استشاري في طب الأطفال أهلا دكتور أهلا وسهلا بكم أهلا بك بداية يعني إلى أي مرحلة يجب أن يكون الأهل متيقظين لأنه بعض الأهالي بيبالغوا يعني أي مرض تلاقيون خافوا توتروا هو طبعا هذا حسب العرض الموجود عند الطفل يعني أنا بختصره في كلمة أنه أي شيء بتلاحظوه غير طبيعي بطفلكم أي شيء لازم تستشيروا طبيبكم مباشرة مباشرة نعم بالنسبة للفحوصات الأولية اللي كنا عم نحكي على أهميتها تحت الهوى ما هي هذه الفحوصات التي تجرى للطفل حديث الولادة في المستشفى وشو بتعكس أيضا هلا هذا موضوع كتير مهم سيدي الكريم الطبيب الأطفال الجيد هو داخل على غرفة العمليات قبل ما تولد المرأة تمام لازم يكون عندهم معلومات كاملة عن الحمل كيف هالتسعة وتشهر من طبيب النسائية أو من الإطبارة فلازم ياخد فكرة كاملة عن هالموضوع يعني هو بلحظة دخوله لغرفة العمليات لازم يعرف شو بدي يستقبل عرفت عليه كيف وقت بيصل الطفل نحن فيه عنا شيء اسمه إندكس أبكار يعني علامة أبكار هذا بيقيم فيه الطفل بالدقيقة الأولى وبالدقيقة الخامسة عرفت عليه كيف إذا أخذ علامة نعطي علامات عليها نحن يعني خلال طبعا هذا الحكي كله خلال بعد ما يولد الطفل بخمسة عشر ثانية تكون أنت أخذت فكرة كاملة عن الموضوع إذا كان أخذ علامة بين السبعة والعشرة هذا طفل جيد عطيه لأمه تردعه ما فيه مشكلة مباشرة من الأربعة للستة لا هذا بده عناية لازم يعني نتابعه تحت الأربعة يعني من الصفر للثلاثة بده إنعاش عرفت عليه كيف لا ذلك فورا بيندهل الفريق العمل الموجود بديكون طبعا كله متعقز وكله موجود تب شو هي العلامات الحيوية اللي بتفحصوها هلأ هو مثل نقلت لك العلامات أبكار نحن بالنسبة لنا كتير مهمة بلاحظة الولادة هذا شي حطته الدكتورة فيرجيني أبكار من عام 52 وإلى الآن مستمرين عليه ثم بإسمها بإسمها ثم بإسمها نعم عندك العضلات يعني قوة العضلات مرتخية إجا طفل فلاسك مرتخي ولا منيع لون الجلد التنفس القلب عرفت عليه كيف حتى البكاء مع أنه هو مش من علامات من أبكار بس كمان بالنسبة لنا مهم الطفل بكي ما بكي يعني هدولي كله هو لازم يبكي أنا حزب ببار طبعا طبعا لأنه بكاء هو عبارة عن دخول الأكسجين إلى الهواء بس مش من ضمن علامات أبكار يعني عرفت عليه كيف فهنن هدولي كل العلامات نحن كل العلامة بنعطي عليها علامتين يعني مثلا التنفس علامتين القلب علامتين لون الجلد القوة العضلات نعم فهدولي شو بيعطونا هنن بيعطونا العلام بعدها نحن بنفحص الطفل منشوف من خاره مفتح ولا لا العفو من تحت الشرج مفتوح ولا لا منشوف رفلكساته منعكساته عرفت عليه كيف فأنت باللحظة الأولى يعني الطبيب الأطفال بيبين كل شيء بيبين معظم مش كل شيء يعني مش بالمية مية بس بيبين تقريبا 80-90 بالمية أنه هذا الطفل شو رح يكون سيره وعلى أساسه منوجه الأهل يعني طيب بس يطلعوا الأهل على البيت غالبا في يعني بيصيب الطفل ترفع حروري والأهل كتير بيخافوا من هاي النقطة بالثان أنت لازم يغضوه على المستشفى فعلا أو ممكن يعطوه خافض أو شو بتنصع هاي بشكرك على هالسؤال هذا سؤال مهم جدا لأني فعلا ارتفاع الحرارة كتير مهم عند الأطفال بالنسبة للطفل اللي عمره بين الصفر وثلاثة شهور ما لازم تطلع حرارته أبدا بين الصفر وثلاثة شهور يعني إذا بتطلع مرة وحدة بس وطبعا حرارة مثبتة خلينا نقول إذا عندهم ميزين حرارة فوق 38 مرة وحدة بس لازم فورا يراجع الطبيب يعني يعطي خافض الحرارة ويراجع الطبيب ما يقول هذا شي عادي لأني الحرارة بين الصفر وثلاثة شهور ما بتطلع ألا للشديد الأوي عرفت عليك فهي نقطة مهمة جدا من الصفر لثلاثة شهور ابنكم إذا في عنده حرارة لا يعني مات فورا ما تنتظروا ما تنتظروا أبدا لأني هاي علامة كتير مهمة أهم علامة هي علامة تجرسم الدم عرفت عليك كيف سبسيس يعني صار في عنده الطفل لأني الحرارة ما بتطلع أول ثلاثة شهور نهائيا إلا إذا فيه شغلة مهمة عند الطفل بعد ثلاثة شهور ما فيه مشكلة طلعت حرارة فوق 38 فيك تعطي خافة حرارة وترأبي الطفل هل عنده عرض تاني مع الحرارة سعال قياع اسهال رفض رضاعة تمام فيه لازم تراجع طبيبك ما فيه عطيه خافة حرارة ورأبي إذا ارتفعت مرة تانية إذن الأمر مهم لازم تراجع الطبيب لا إذا ما ارتفعت مرة تانية قد تكون شغلة عابرة أو انتان فيروسي عابر ما فيه مشكلة عليها جميل دكتور وأيضا مشاهدين رصدنا بعض الأعراض التي تدل على توجب نقل الطفل إلى المستشفى ورؤية الطبيب رح نشوفه ونرجع لحتى نستكمل حديثنا موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دكتور ما العلامات الابرز اللي بدلنا على انه الطفل بحالة خطرة وفعلا يجب التوجه الى اقرب مشفى الله هذا حسب عمره كمان لان احنا عنا الاطفال كل فئة عمرية عند حديثين الولادة اهم اهم علامة لازم الام تنتبه عليها هي رضاعة لان هي دائما الطفل بيتماس معها والطفلة رضاعته بتخف او بيرفض رضاعة هي علامة كتير مهمة وقت تنفسه بيكون عبتنفس بشكل سريع يعني هي الام كمان بتلاحظ تنفس ابنه وقت بيكون عبتنفس بشكل سريع او قد بيكون جدران الام عبتتنعمل تتوسع مع التنفس او ايطالة تطاول في زمن الزفير تمام هدول كلهم علامات مهمة والحرارة طبعا مثل ما ذكرنا يعني من شوي فهدول كلهم علامات مهمة لازم الام تخبر طبيبه وتستعين فيه ذكر الانفوغراف ابرز الامراض الشائعة هل هناك مرض يمكن ما اطرقنا له بالنسبة لحديثي الولادة ممكن انه ينصابوا فيه طبعا في الامراض الوراسية بتعرف يعني هي لنسبة منيحة يعني من الهي وفيه الامراض اللي بتجي اثناء الحمل بتكون موجودة بتصاحب يعني الالغرافية مثل شو فيه كثير عندك متلازمة دون مثلا وغيرها من المتلازمة تظهر فورا فورا يعني اول ما بيولد طبعا اول ما بيفحصوا طبيب الاطفال يمكنه يشخص دون او غير متلازمات تانية نعم دكتور يعني فيه ايضا ذكرت نحن عم نشوف الانفوغراف موضوع خطير جدا هو اليرقان او الاصفرار الرضي كيف بيصير اساسا يعني كيف بينصاب الطفل بهذا المرأة هذا موضوع كتير مهم استاذي الكريم لان كتير نحن كل يوم منعيشه يعني خاصة مع هل بعد ما يصير الصفار عند الطفل النصائح اللي بيغدوها من اللي حواليهن كل ذا نصائح غلط بغلط يعني فهذا اللي بيودي الطفل الى مشاكل كبيرة هلا الطفل اول ما بيولد نحن كطباء اطفال تقريبا بنسبة منيحة تقريبا 70-80% منعرف انه اذا بديصير معه الصفار ولا لا هلا نحن فيه شي عندنا مثلا زمرة الام كتير مهمة هون زمرة الام اذا كانت سلبية والطفل ايجابي فهذا معرض انه يصير معه الصفار اذا كانت زمرة الطفل او احنا منقول له او او صفر بالعربي يمكن او اذا زمرة الطفل غير زمرة يعني غير الاو تمام كمان هذا معرض هدول نحن نسميه تنافر زمر او تنافر عامل ايراش ريزيوس تمام فهدول المعرضين انه اكتر يصير عندهم الصفار اكتر من غيرهم ملسبة 60% تقريبا صفار موضوع كتير مهم هو عبارة عن نتيجة تفكك الكوريات الحمراء اللي بيطب الجسم لان الطفل الوقت بيكون ببطن امه في عنده دم ايغده من امه ما هيك من اللحظة الاولى للولادة بيبلش هو دمه يتصنع عرفت علي كيف بيصير تصادم بهالموضوع هذا تفكك الانحلال بالكورية بيطلع عنه شي اسمه البيلوروبين هلا عادة عند الاطفال اللي اكبر هدولة بالكبد بينطرحوا يعني ما في مشكلة بيكمشوا للبيلوروبين وبيطرحوا عن طريق الصفراء الى الاثنى عشر عن طريق الامعاء بس الكبد عند الاطفال والحديثين ويلاده لسه ما بيكون جاهز يعني لسه ما بيكون بلش العمل في ذلك اذا بتعرف نحن بنعطي ابرة فيتامين كافي للتخثر يعني هي ينتج في الكبد فبالكبد لسه بيكون ما انتج فيتامين كافي فهذا الصفار نحن اذا كان بلش بعد الاربع وعشرين ساعة الاولى يعني اول اربع وعشرين ساعة الصفار هذا مرضي حتما تمام اذا الصفار بلش بعد الاربع وعشرين ساعة الاولى وكانت نسبته تدريجيا هبتطلع هذا يارقان فيزيولوجي طبيعي ما بيخوف ولكن ما بقدروا الاهل يميزوا بين الارقان الفيزيولوجي والارقان المرضي حتما لازم يستشيروا طبيب هبتلي اي علامة اصفرار على الطفل بعيونه او بجلده المفروض يراجعه هلا اول ما بيطلع على الصفار بيطلع بالعينين بعدين بيطلع بالوش بعدين بينزل على الصدر بعدين بينزل على الاجرين عرفت علي كيف فاذا كان طفلك عنده يارقان بعينين ووشه شوي اصفر بطنه وصدره ما في صفار لونه زهري طبيعي معلش ما في مشكلة ما تخاف ولكن متل ما قلتلك اذا رجعت طبيبك افضل لا تاخد قرار لحالك لان العواقب وخيمة سيد الكريم يعني احنا من هون منوصل رسالة انه اذا اليرقان انه هو بيعبر الحاجز الدماغي اول ايام عرفت علي كيف وقت بيعبر بيوصل لنسبة مرتفعة بيعمل شي اسمه كرن اكتروس يارقان نووي فبيتخرب دماغ الطفل ولا رجوعي هاد يعني بعد وبالتالي يعني ما لازم انتظروا الاهل ما لازم انتظروا الاهل فهوني اليوم اللي بيطلع فيه الصفار وزن الطفل تمام العوامل المؤهبة الريس فاكتور العوامل الخطورة المؤهبة هدول كلهم عوامل مهمة بالنسبة لنا سرعة تزايد الصفار هلا كيف نحن بنعرف الشي بجينا الطفل مثلا عمره ثلاثة ايام تمام اه وزنه لان الوزن كمان مهم كتير وزنه ثلاثة ونص صفاره اربطعش هو الطبيعي قديش بتعرف حضرتك تحت الواحد عرفت علي كيف صفاره اربطعش معينته جيدة ما عنده خمول ما عنده ميول للنوم ما عنده اقياء مثل ما حكينا ارضاعة طبعا كتير مهم ان تكون ارضاعته جيدة فشو بنعمل ما بنعمل شي نقول له اوكي بس بعد اربعة وعشرين ساعة حلل لي مرة تانية بترابوه منشوف من رائب سرعة الازدياد يا ترى كتير بعد اربعة وعشرين ساعة ايجا الصفار مثلا خمسة عشر مالش ما في مشكلة بنقول له بعد اربعة وعشرين ساعة كمان مرة تانية يعني لبين ما يصير عمره اسبوع تمام؟ اذا كان ارتفع من الاربطعش مثلا للتمنطعش للعشرين اه لا هذا فورا بده مشفى نعم لانه اذا شامان وصل لحد تبديل الدم طيب دكتور في ممارسات خاطئة كتير يعني اوه وما اكترهم الاهل مثلا وما اكترهم باليرقان مثلا بعرضو لضو الابيض هل هذه الممارسة ساعة يا اخي؟ هلأ هي التعريض للضو الابيض اوه مش غلط ولكن غير كافي كيف يعني انا دائما بعطي مثال للاهل تب فيه ناس بيعطوه ايضا مي وسكر اوه المي وسكر كتير مضرة مضرة جدا وتزيد الصفار طبعا هلأ هون احنا دائما انا بقلهم اللي بعرضو للضو الابيض بالبيت ما هيك بتقصد انت يعني مثل اذا واحد بده يشرب البحر بشليمونة فيك تخلصه مستحيل الضو الابيض ايه تمام بيمسك زرة البلوربيين بيحللها وبيخليها يطرحها بس كميات كتير قليلة ما تكفي نسبة الانحلال الموجودة فنحن شو منستخدم نحن منستخدم الضو الازرق الشو اسمهم الغواصات اللي الطب بتقدم يعني اعتقدم الطب وظهور الغواصات فيها 16 لمبة اللي بيناتهم الضو الازرق كنا اول انا بايام اختصاصي بجامعة مرمرة كنا عطول مبدل دم ما كان فيه تقنيات نعم ولكن مع ظهور الضو الازرق بيربط لزرة البلوربيين وبيطرحها عرفت عليه كيف فبعد ظهوره خف كتير تبديل الدم يعني ما بقى استخدم تبديل الدم اذا تعريض الطفل للضوء هي فكرة صحيحة ولكن لا تكفي يجب اختيار ايضا نوع الضوء كما ذكرت انه ضوء معين ضوء ازرق طبعا بالبيت ما في ضوء ازرق مستحيل تاني شيء الطفل اللي عنده صفار يازم امه تردعه كتير يعني كل ساعة لازم يرضع الارضاع الكثير بيسرع الهيباتيك دي اودونالد سيركوليشن يعني الدورة الكبيدية المعاوية وبالتالي من هناك بيصير طرحه لانهاي هون المشكلة نحن عنا في البداية فبالتالي ما عبي بيصير ما عبي لحقه فشو عبي بيصير عبي طوف البلوربيين في كل الجلد فهون نصائح عفوا بس هي كتير مهمة ياريت نحن بس قصت على الضوء الازرق فيه اللي بحطوه لتوم فيه اللي بيلبسوه اصفر وفيه اللي معتقدات وحجابات وشغلات هاي كتير انا اجاني حالات متأخرة كانت وصل الارتفاع البلوربيين للخمسة وعشرين ولا الثلاثين وعمل يرقان نووي لا رجوعي بس كرمال ومثل ما ذكرت يعني ممكن يضرب بالدماغ مشان هيك ممارسات خاطئة بس كرمال يسمع كلام الجارة او كلام حماتو فهذا موضوع كتير خطير يعني هالرسالة هي لازم تصل للأهل ابقى معنا دكتور وايضا مشاهدين فاصل قصير وانعود مرحبا عن جديد كنا عم نحكي عن بعض الممارسات الخاطئة اللي بيقوموا فيها الأهل في ممارسات عامة مثلا انا اول مرة بسمع فيها تمليح الطفل يعني بيحطوا له ملح شو السبب وليش طبعا عادة منتشرها هي كتير غلط لان هي بتقتل كل الغدد اللعابية والتعرقية عفوا مناسف موش اللعابية فبتقتل كل الغدد هذه التعرقية فلا ننصح ليه أبدا وايضا تكحيل الطفل ممكن بيحطوا له التكحيل ما في عليه دراسات ما في عليه دراسات ولكن ما بقدر جاوب عنه انه ما في عليه دراسات ولكن التمليح طبعا في عليه دراسات كتير وهو أمر غير مستحب نيائيا من ضمن أيضا دكتور الأمور الشائعة عند الأطفال هو فتق السرة هل البكاء هو السبب ام فيه أسباب أخرى وشو العلاج؟ البكاء لا ما هو السبب هلا هو ضعف يعني أثناء تخلق الطفل ضعف العضلات الموجودة بالبطن في منطقة البطن ضعف تشكلها عرفت علي كيف فبنتج عنا الفتق أو فيه دراسات بتقول أن السرة إذا التهبت مثلا عند الطفل فممكن هذا النسيج الضام اللي عبي يسكر السرة ممكن ما يكون منيح عرفت علي كيف فهذا بيعمل فتق السرة هلأ هون فيه رسالة بشكرك عليها كمان لازم نوجهها للناس كتير بيجونا على العيادة الطفل صرته هيك مثلا قدت جوزي خلينا نقول فبيحطوا ليرا أو زيت زيتون يمكن لا لا من عدا بيحطوا شي معدني وبيربطوه هذا كتير خطير يعني هذا بيؤدي لتموت الجلد خاصة إذا الداخل الأمعاء جواته يعني الفتق بيدخل جواته الأمعاء كمان فبتموت الأمعاء كتير حالات يعني كانت محزينة جدا أنه اضطرنا نعمل عملية ونقطع له الأمعاء للطفل بتموت فنحن دائما منقول أنه ما تحطوا أي رباط تركوا السرة لحالة تسعين بالمئة من حالات فتق السرة العمر السبعة شهور 8 شهور بالطيب لحالة 10% منصبر عليها العمر السنة حتى لو كانت منتفخة حتى لو كانت منتفخة منصبر عليها العمر السنة ما تحسنت خلص ما بقى يلحم النسيج الضام فبالتالي يبدو عملية من قبل طبيب جراح أطفال وعملية كتير سهلة نعم دكتور أيضا موضوع كتير مهم الجفاف يعني في كتير أطفال بيصيبون الجفاف شو الأسباب وكيف العلاج أيضا هلا الأم هون طبعا هي عامل أساسي بها الموضوع لازم تنتبه لطفله قامت بيحصل التجفاف إذا كان الصادر أكتر من الوارد تماما باللغة الحسابية فالطفل إذا رضعته خفت ما عاب يرضع منيح وعم يبول كتير وعم يبول كتير عاب يبرز كتير بيأدي لحدوث التجفاف فالأم كيف تنتبه على هالموضوع هلا هون أول شيء المنطقة عنا حوالين العينين بتكون هي منطقة ضعيفة في الجسم خلينه فبتغور عينيه غارت تمام الجلد بيخشن ما بيصير مثلا تمسك هيك انت بتلاقي وقفت هيك على حالة عرفت عليك طبعا نحن هاي حالة متقدمة هاي فوق السبعة ونصب المية نحن بنتمنى ما يوصل الطفل لها المرحلة هاي عرفت عليكي فهي الأم بأي لاحظة بأي يعني بأي مرة لاحظت إنه ابنة ما عاب يرضع منيح وفي حرارة فهذا مؤهب للتجفاف طبعا إذا كان فيه إسهال تبرز مثل ما حكينا هون لازم تزور طبيب أو ممكن فيه محالي المساعدة لا لا طبيب طبيب فورا لازم طبيب أكثر لحديث الساعة هاي أكثر حالات الوفاة في العالم عند الأطفال سبب التجفاف وبالتالي يعني موضوع ما لازم مهم جدا نعم يعني إذا طفلك أنت للوليد الرضيع تبول تبرز أكثر من عشر مرات باليوم فورا نروحي على الطبيب تمام أيضا دكتور لحتى ما يداركنا الوقت من الأمور الشائعة الطفح الجلدي أو ظهور حبوب صفراء وحمراء على وجه الطفل شو سبب أيضا وكيف ممكن يتعاملوا معه؟ في من هاي طبيعي عند الأطفال نحن منسميه مونيليازيس يعني ما ما بتأثر هاي بحتمان بده طبيب لحتى يشوفه وفي منهم بيكونوا بثور إنتانية قد تدل على تجرسهم دم عرفت عليه كيف فنحن هو وقت منشوف الطفل بهايك حالة عادة منحلله الدم ومنشوف شو إذا كان طبيعي معناة من رأبة منحطه تحت المراقبة لا إذا كان عنده عالي لازم نستمر بالتقصي ختاما يعني الموت المفاجئ بالنسبة للحديثي الولادة منلاقي حالات كتيرة توفى الطفل بدون سباب أو يعني بينصدموا الأهل ما أسباب هذا الموضوع والله هذا بده حلقة لحالة الموت المفاجئ جمالا كانوا الأهل ينوموا الطفل على بطنه فمن حوالي تقريبا جمعية طباء الأطفال في العالم يعني من حوالي شيء 15 سنة طالعوا تعميم بعدم السماح لينوم الطفل على بطنه يعني بديء تنفسه وممكن يبلع لسينه من غير ما يحس عرفت عليه كيف فصرنا نيم الطفل على ظهره بعد ما صرنا نعطي نصايح أنه ينام الطفل على ظهره فخفت حالات الست نحن نسميها الوفيات المفاجئة بنسبة 50% 50% نعم فهون بهالموضوع هذا طبعا مشان ما أطول الحديث الطفل بده ينام يتخت لحاله ما يكون حواليه مخداته ألعاب كتير لأنه ممكن هدول كلهم يأسروا فيه ما تكون الفرشة كتير لينة عرفت عليه كيف ده تكون آسيا شوي والوضعي ده تكون 30-35 درجة هدول كلهم رأسه للأعلى رأسه وجسمه للأعلى هدول كلهم عوامل بتخفف العوامل اللي بتزيد أنه ينام الطفل بين أبويه ممكن الأم أو الأب يناموا فوقه من غير ما يشعروا طفل زائر جديد إيجابيناتهم ما نمتعودين عليه فهدول كتير تلك بده حلقة كاملة لحتى واحد يحكي عليها يعني بناتمنى السلامة للجميع شكرا لك الدكتور الاستشاري محمد حلق استشارك في طب الأطفال شكرا لك أهلا وسهلا بكم وإلى آخر الأخبار العلمية والابتكارات الطبية نبدأها مع أن ممارسة الرياضة وبشكل مستمر أمر هام جدا للحفاظ على صحة الجسم ولكن الإفراض في ممارسة التمارين الرياضية قد يكون له تأثير سلبي على عملية الأيد حيث يشير تحليل جديد إلى أن التدريبات الرياضية المفرطة تحدوا من قدرة الجسم على تنظيم السكر في الدم أي أنها تعطل حركة محطات توليد الطاقة على مستوى الخلية من خلال دراسة أجراها كل من ميكايل فلوكهارت وفيليب لارسون الباحثان في الكلية السويدية للعلوم والرياضة الصحية في ستوكهولم توصل إلى أن أداء المتطوعين ضمن تجربتهم تحسن بعد الانتقال من التمارين الخفيفة إلى التمارين المتوسطة ولكن أداءهم توقف عن التحسن بعد أداء تمارين أشد عنفا حلل سورين سورينسون وزملائه من جامعة كوبينهاغن عينات براز 662 طفل يبلغون من العمر عاما واحدا في الدنمارك وجدوا فيها موطنا لتريليونات البكتيريا كثير منها يحتوي على جينات تساعد على مقاومة المضادات الحيوية خلال البحث وجد الفريق أكثر من أربعمائة نوع من الجينات منحت مقاومة لأربعة وثلاثين نوعا من المضادات بينها أدوية بالغة الأهمية وربطت الدراسة وجود المستويات الأعلى من الجينات المقاومة للمضادات الحيوية بمزيج معين من ميكروبات الأمعاء التي تشكل خطرا إضافيا للإصابة بالربو في المراحل العمرية المتقدمة نشرت صحيفة فرنسية خبرا عن استعادة رجل يبلغ من العمر 58 عاما بصره جزئيا بعدما فقده سابقا بسبب مرض وراثي تنكسي وعد بصر الرجل جزئيا بسبب تقنية متكرة تجمع العلاج الجيني والتحفيز الضوئي وقف وراء هذا البحث الذي يعد الأول من نوعه ثلاث فرق بحثية من فرنسا، سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية حيث حقنا البحثون المريض بجين يسمى كريمسون آر والذي بإمكانه التقاط الضوء الكهروماني وأوضح العلماء أن المكفوفين الذين يعانون من أنواع مختلفة من الأمراض التنكسية العصبية للمستقبلات الضوئية والمحتفظين بالعصب البصري هذا طبعا نقطة مهمة أن يكون العصب البصري شغال سيكونون مؤهلين للعلاج لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتقديم هذا العلاج ساعة الباحثة فرانسيسكا فاسكيس التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفرد وباحثة أخرى من معهد دانا فاربر لأبحاث السرطان في مدينة بوستن إلى تحديد الجينات الضرورية لبقاء خلايا سرطانات الأطفال ما يمهد لأن تكون هذه الجينات أهدافا جديدة لعلاج هذه الأنواع السرطانية التي يصعب علاجها غالبا ما تحتوي سرطانات الأطفال مثل سرطان الخلايا البدائية العصبية وورم ساركوما على جينومات هادئة تشتمل على طفرات أقل بكثير من تلك التي ترتبط بسرطانات البلغين ما يشير إلى ضرورة تركيز جهود الرامية إلى اكتشاف الأدوية الموجهة خصيصا لعلاج سرطانات الأطفال بهذه الأخبار نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة راشتة لهذا الأسبوع شوفنا الأسبوع المقبل إلى اللقاء اشتركوا في القناة